سلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزء من البود النيجلندي ده يبارى عن المرحق الرابع هو بتكلم على استخدامة البيم البيم يمكن استخدامه في حاجة كثيرة جدا فهو بيبقى يجبهم لي وبيحدد لي كل واحدة فيهم بتبقى موجودة فان مرحلة مقابلة تصميم بحاجة تصميم مرحلة الكونستركشن البناء مرحلة الوبريشن او التشغيل فهو بيقول لي مثلا نشوف بقى لو في حاجة موجودة اصلا Toast Estimating تقدير التكلفة ده موجود معنا في كل المراحل ال 4D موجود معنا في كل المراحل مرحلة ان انا لسه بنظم و بفكر موجودة معنا في قبل التصميم والتصميم اثنان الانشاعة خلص انا حددت كل حاجة موجودة كمين اصلا وهبدأ الشغل فيه موازع حياتي ازاي الابريشن او ما نحتاجها بسانة انالسيس بموجودة فيه مع قبل التصميم و اصلا التصميم بعد كده خلاص يعني لما تجد تعمل بسانة انالسيس و انت شغالك في الموقع ملاش اي لازمة الديزام ريفيو طبعا هنا انت معدكش اصلا الديزام بموجود هنا ان انت تطلع بعد دزاين موجودة في الاتنين دول الانيرجي انالسيس بموجودة المحافظية بالستثنابلتي طبعا بعد كده لو جدت تستخدم الستثنابلتي في مرحلة اكلفها كتير لان انت خلاص جبت المواد وبدأت شغل الـ 3D Coordination طبعا نتبقى عن دزاين عشان نعمل 3D Coordination السايت اثناء الموقع الـ construction system design الـ construction الـ fabrication بتقول المصنع يقطع لك الحاجات ازاي وكده في الـ construction 3D Control recording خلاص انت بدأت تحط الحاجات في قلب الموقع وتحدد اماكنها وتشغل في الـ management الـ management هتدير كل الاصول اللي موجودة عندك في المشروع وهكذا كل الحاجات دي space management وكل الحاجات دي خاصة بالتجريب بعد كده يبصلك كل واحدة فيهم بيشرح لك الكيمة اللي هتضيفها وايه الحاجات اللي انت محتاجها يعني عسيب مسائل مثلا من هنا لو انت بدأت تشغل في الموقع وفي حاجات موجودة فلازم هتستخدم الـ laser scan طيب ايه الشروط اللي موجود فيهم فتقدر اتفكر اه عادي زي الناس يكون عندها خبرة بـ laser scan مفاهمة الاجازة تشغل ازاي عساس بقدر منعود نعمل جزء ده نبنيه تاني في المودل في الكمبيوتر لا ممكن نعمل ده ونأخذه دجتر عاطو بحيث موقع يكون انت لسلا بتعمل مبنى وفيه تلت اربعة مبنية حواليه متعلقين بنفس المشروع تقدر تتعمل لهم المودل بشكل ده وكذا الـ 5D cost بيجي يعرفها لك تعريف الصحة بتاعها بيقول لك ايه اللي هتفيدك في ايه ويه الحاجات المطلبة اللي لازم تكون عندك ويه الاستفادة اللي انت هستفيدها وكذلك في الـ 4D اللي هي الزمن ايه الكامل اللي هتدفها لك والـ resource requirement اللي انت محتاجها والحاجات الفريق اللي لازم يكون محتاج ايه بوانكس